اخوتي الأزاز مرحبا بكم كنت من شاء الله كوشيكم مزيان ومسيحة جيدة الحلقة دي اليوم ديال هاتي قاتو غلاسي بكريم انجليزي ان شاء الله غدي نشوفوا الطريقة دياله طريقة سهلة هنا غدي خصنا الكادر بحالة كده انا عملت كادر فيه 18 كارية و جينواز يعني هتعمله واحد جينواز يعني بطريقة سهلة جينواز هتعمله ببيضة واحدة 60 كرام ديال السكر نضربوها مزيان حتى كتلع وكنعملو ليها 50 كرام ديال الدقيق وبلا بيدون خميرة وكن نخلطو جينواز ديالنا نقاددوها مزيان وكنعملوها في هاد الايطار ديال 18 اللي بغى بحالة كده ايلا عندك جينواز عادي كي تقطع هاد الايطار تقطع جينواز منه الطرف اللي بغيتو وهنايا كنرطوها بهاد السيرو وهنايا كنجيب شوكولا يعني شوكولا اولي كندوبها هنايا كان عندي واحد ميات جرام ديال شوكولا وواحد 60 جرام ديال عفوان 30 جرام ديال الفوتين هاد 30 جرام ديال الفوتين كنعمله في هاد الكاسرون كنسخنوا واحد شوية كيولي كيت ترتق وثلاثين جرام ديال براليني كنزيد مع شوكولا كي كنت ازتمعها واحد جوج معالق تقريبا ديال ديال الزيت كنخلطو مزيان باش نعملو هاد طبقة المقرمشة وهنايا كنعملت هاد الشوكولا ديال اقبيل شوكولا غيش شوكولا مزيانة ممتازة وهنايا كنجيب واحد ملعقة ونقدو في هاد الي سيركل ديالنا وكنخليو على الجن احتى يبرد ولا نعملو فتلاجة وهنايا قدي نجيب واحد ميات جرام ديال الحليب وثمانين جرام ديال السكر عملت غير نص ديال السكر وواحد ملعقة ديال سريعات الدوابان ديال القهوة هنايا وعندي واحد جيلاتين ورقة انص يعني اربعة ديال القرام انص ديال الجيلاتين كنعملو فهاد الكأس الماء بارد ونخليو واحد ثلاثة ديال دقيق ونزولو هنايا جوج ديال السفر ديال البيض كالكمالة ديال ديال السكر ديك 40 قرام عملتها في الكأس واربعين قرام عملتها مع هاد السفر ديال البيض وكنجيبو هاد الحليب اللي غليناه شوية فوق النار مع الكافي وكنضيفو شوية بشوية باش مي ادك سافر ديال البيض باش مي طيبناش مخصوش يطيب كندفو غير شوية بشوية رحنا الفيديو مجربو هنايا كنردو الكأسرون كنردو فوق النار وبدأ مع التحرك يعني كنقل خلطون 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 مخصناش نوقفو هنايا كنخلطو كيوللي على هاد الشكل بحالك كيجي بحالة تقيل واحد شوية صفي وكنجي وكنعمل هنايا كندوزو فيه الاصبو حتى كنشوفو كي تقطع وكنعملو في هاد الجيلاتين ديالنا باش كندوبوه بحالك دا كما كتلاحظو يعني ارى الطريقة سهلة هاد كريم انجليز يعني ارى كيجي ارى كانت مناش الله تجربوه بنفس طريقة وما تنسونيش الله يجزيكم بالخيب اللي لا كديكم والبرتاج واللي ما مشتاركش كانت منها ان شاء الله يشترك هنايا انا دوزت لكم هاد الميزان باش كنخدمه يعني خديته بمية وعشرين درهم يعني صراحة هادا هو اللي يصدق معي هاد الميزان كان بزر ديال ميزان ادوزتهم ولكن ما كيستطوليش هادا ممتاز يعني ارى موجود عندك يعملو كلاش مية درهم غادي تاخدوه وبقى تعبروه في كل شي باش مبقوش تاخدوه داك شي ديال العبارة ديال ملعقة ولا ديال الكاس ولا ديال الزلافة هاداك غلط غلط كبير يعني كتطيحو تقدر الحلوة تجيكم قاسها غريبة تجي يعني بدك العبارة ديال الكاس هنايا كما كتلاحظو هنايا عملت واحد خمسين جرام ديال الشوكولة قطعتها اطرف صغيرة وهنايا كنخلطو مع هاد الخاليط ديالنا فين عملنا الحليب والسكر وقهوة ديال سريعة الدوابان عندي هنايا واحد ميتين ووربعين جرام ديال كرين فريش عفوا ميتين وثمانين جرام ديال كرين فريش هنايا كنضيفو الربع ديال فوق اللي عملنا في الكاسرون كنخلطو مزيان وكنضيفوه كلو على هاد الكريمة اللي عندي هنايا هنايا وكننخلطو هنايا هلاب باري ديالي وجده وهاد الطبقة المقرمشة هي وجده احتيا شادة رسام زيان يعني جبتها من تلاجة وهنايا كنقدو هاد اللاموش ديالنا بحلكة بالطريقة شوفو يعني هنايا يخص دوك الفراغات يخرجوه إلا ما خرجوش دوك الفراغات غدي يعطيكم واحد لعيب فاش كتجي وتقطعوا الحلوة ديالكم كيبقوا دوك بحال تقيبات بحال الفراغات خوين وهنايا غدي نخليها في تلاجة غدي دووز ليلة كاملة إن شاء الله وعن نولي معكم هنايا دبا دووزات ليلة كاملة وهنايا غدي نعمل معكم غلاساج غلاساج عندي واحد ثمانين قرام ديال السكر خمسين قرام ديال الماء هنايا غدي نخليه يغلى واحد شوية غير يبدأ يغلى غدي نخليه واحد تقريبا واحد ثلاثة ديال دقيق ونزولوا وهنايا كما كتلاحظوا عندي واحد جوج ورق ديال الجيلاتين عملتهم في هذا الماء في هذا الكأس ديال الماء بارد هنايا عندي واحد ثمانين قرام عفوا واحد مية قرام ديال شوكولة كما كتلاحظوا مية قرام ديال شوكولة وهنايا جوج ورق ديال الجيلاتين استا قرام يعني دوبناها وعصرناها من الماء كندفوها في هذا الماء مع السكر وكندفو عليه هاد شوكولة كندوبوه مزيان عندما بحالكي كنخلطوه مزيان باش يدوبنا وكندفو عليه واحد ستين جرام ديال كريم سائلة كريمة كريم فريش يعني يكون السوس ولا يكون حلو اللي يبغيتو هنايا كنخلطوه مزيان هالقلاساج ديال نواجد وهنايا كندربوه غيش شوية ماديش ندربوه بزاف غيش شوية باش ما يتخسر لكم هنايا غير باش كيتخلط مزيان هنايا عندما باش ما يدين لكم باش دوك الفقاعات اللي حقاش فيه الكريمة غدي بقي يطلع لكم غيش شوية واحد ثلاثين ثانية ما كاملاش وهنايا كنضيفوه على الحلوة ديالنا كيما كتشوفوه وهنايا كندخلوه التلاجة كنخليه يبقى واحد ساعة ديال ما كان هنا حتى الساعتين قاع مهم حتى كنكون مساليته وهنايا غادي نجيب واحد سيشوار مهنايا غادي نسخنوا واحد شوية وغادي كتزول هادلي سيركل بطريقة سهلة وهنايا كنجيب واحد سيكين وكنمسحو هادلي الجوانب بحالك ده باش كتبحاله بحاله بحاله قطعناها شوفو كتجي ليس كتجي مقادة وهنايا كنجيب واحد لونغيت دور بحالك ده وكننوضع عليها الحلوة ديالنا بحالك ده إلا جينا بغينا نعملو تارت بغينا نعملو نقطعوها أطرافي يعني الطرونش كنقطعوها ديريكت كنجيبوه لونغيت ديالنا وكننزينو الحلوة ديالنا وهنايا غادي نجيب واحد شوية ديال القاناش را كان عندي فتلاجة وغادي ندريسي شوية بحالك ده فوق هاد لطارت يعني باش يعني على حساب تزيين والجوانب ديالها عاوتاني عنده ووجع لي واحد شوية ديال القاناش بحالك ده كما شته وهنايا يعني دائما كل حاجة را كانت جي بطريقة سهلة غير الإنسان يخدم شوية عقلوه وعنتم شوف شتو يعني كتجي رائعة وهنايا هاد نجيب مثلا هاد فريرو روشي ولا هاد بيسكوي لا كويير كان بزاف بزاف ديال أنواع ديال أنا غير وريت لكم ماشي غادي نعمل ذلك شي كامل يعني غير وريت لكم هنا يازل تعليه واحد قاطعو بحالك ده كما كتلاحظوا وهاد فريرو روشي يعني كنزينو بحالك ده والمهم ليكم اختيار يمكن ليكم تخليها سامبل يمكن ليكم تقطوها أطرف كما اختي لكم ترونش وهنايا هال لطار ديالنا اللي كيبغي يعدلها وطلبوها للأخوات يعني بكريم أنجليز وكما شاركتها معكم وكنتمنى إن شاء الله تكون نلتي إعجابكم هاد الحلقة هادي ودائما كانتمنى إن شاء الله ما تنسونيش بيلاك ديالكم والبرتاج واللي مافهمش حاجة كانتمنى إن شاء الله يخليها لي في التعليق شوفوا الداخل ديالها كيوش كتجي وفي تقطع كتجي يسألها وهنايا شوفوا أنا رادي ندق واحد شوية وبصحتكم وراحتكم وشكرا وإلى اللقاء في حلقة القديمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته